موسيقى نرحب بكم عزيزي المشاهدين والمشاهدات وهنتكلم هنكمل موضعاتنا عن عائلات الكتاب المقدس ولينا فرصة ان نكمل مع جناب الأستيس سامح أهلا وسهلا بك احنا قبل كده اتكلمنا عن عائلة أبوني آدم وحوة ممكن حضرتك تلخص لنا ايه اللي ممكن نستفادوا كعائلات وأزواج وزوجات في بيوتنا من حياة أبوني آدم وحوة في دروس كتير احنا اتكلمنا عن آدم ومرأته اتكلمنا أيضا عن شيس ابنهم اتكلمنا عن بعض أولادهم يمكن عايزين نلخص شوية حاجات بس يمكن هناخد وقت شوية عن عائلة آدم آدم ومرأته وأولاده ايه الدروس اللي احنا ممكن نستفادها كعائلات فيه عدة دروس كتير قوي يعني لو بصينا على آدم آدم هو الشخص الوحيد زي ما قلنا قبل كده اختبر حياة القداسة قبل دخول الخطيئة واختبر حياة الألم والشقاء بعد دخول الخطيئة اختبر مرحلتين في حياته قبل الدخول الخطيئة وبعد دخول الخطيئة وبيذكر كتاب مؤدس ان آدم عاش 930 سنة فهو شاف الفرق بين الحياة قبل الخطيئة وبعد الخطيئة علشان كده بدأ آدم يعلم أولاده طريق ربنا بدأ يعلمهم ازاي يعيشوا مع ربنا والتمسك بتعليمه لكن الكتاب بيذكر ان آدم مخلفش ثلاث أولاد بس يعني فيه ناس بتعتقد قيين وهبيل وشيس لا لما نقرأ مثلا تكوين خمسة بيذكر الكتاب ان آدم بيقول ولد بانين وبنات كان عنده أولاده بنات تاني كتير وبدأ يعلم أولاده طريق ربنا ويعرفهم تعليم ربنا لكن يذكر الكتاب ان شيس بس نسل شيس بس أو شيس ابنه هو اللي قبل هذا التعليم كان هبيل ومات وبعد كده قيين ونسله وبعد كده بانين وبنات ما نعرفش أسماءهم ايه ما فيش غير شيس بس هو اللي قبل تعليم الله التعليم بتاعت ربنا وبيذكر بعدين ان شيس ولد بانين وبنات ويذكر ابن واحد بس من أولاد شيس اللي هو اسمه أنوش أنوش هو اللي قبل برضو زي شيس أن يتبع تعليم ربنا ويتبع وصايا ربنا وبعد كده بيذكر سلسلة الأنساب وكل واحد من سلسلة الأنساب دي بيذكر ابن برضو واحد هو اللي قبل وباقي الأولاد ما نعرفش عنهم أي حاجة لأنهم لم يقبلوا تعليم الإلهية كل واحد اتبع يعني زي من قوليه اتبع أن يكون ياخد طريق بعيد عن ربنا فبنفهم هنا من كلمة ربنا أن آدم كان عليه دور مهم شعر بمسؤوليته أن هو ينقل معرفة الله وينقل تعليم الله إلى أولاده أحفاده طبعا 930 سنة كانت كافية أن هو يشوف أحفاده أحفاد أحفاده شاف أجيال كتير وكان بيراقب طرق أهل بيته وكان بيحاول أن هو ينقل معرفة ربنا إلى أولاده أولاد أولاده نقل أيضا حاجة مهمة آدم نقل الوعد اللي ربنا ادى بمجيء المخلص لأن ربنا قال لهم نسل المرأة يسحق رأس الحياة فدهم وعد أن في مخلص هيجي يرجع لهم الحياة الأبدية اللي هم خسروا فآدم نقل الوعد ده اللي قاله ربنا لأولاده لكن كان واحد قبل من أولاده كانوا قليلين وما بعد وما بعده كان النسل قليل جدا لكن في النهاية بنقول مسؤوليتنا في بيوتنا الدرس اللي احنا نتعلمه المسؤولية بتاعتنا في بيوتنا كأباء وأمهات أن احنا نعلم أولادنا وننقل ليهم معرفة ربنا نهتم بنقل التعليم الإلهية لأولادنا وبناتنا لينا وعد في الكتاب المؤدس خلينا نقرأه في تكوين 55 في أشعية 55 خلينا نقرأ الوعد الكتاب ده أشعية أصحاح 55 بيقول الكتاب وعدد 11 هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له يبقى لنا وعد من ربنا إذا احنا اهتمينا نقدم لأولادنا كلمة ربنا في وعد يقول كلمتي لا ترجع إلي فارغة أكيد على الأقل واحد أو اتنين أو ثلاثة من أولادنا هيقبلوا التعليم الإلهية وهيقبلوا أن هم يسيروا في طريق الله فإحنا نهتم وننقل التعليم ربنا لأولادنا خلينا برضو نشوف تسنية 6 بيقول لنا إيه في وصية الهالنا موسى في 0 تسنية أصحاح 6 ونأخذ من عدد 6 و 7 بيقول لتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم بيوصينا ربنا بيقول الكلمات اللي أنت تعلمتها تعليم ربنا ما تحتفظش بها لنفسك قصها على أولادك تكلم بها مع بيتك اهتم بعلتك أنت تنقل ليهم معرفة الله فهنا الدرس اللي احنا نتعلمه من آدم وعيلته أن احنا ننقل تعليم ربنا لأولادنا وأفراد أسرتنا فيه برضو حاجة مهمة جدا أحب أقولها معلش أنا هطول عليك وعلى السادة المشاهدين لكن في سفر التكوين بيذكر اتنين من أولادنا شيس وقيين شيس بيقول الكتاب لما تولد ابتدأ يدعى باسم الرب كان شيس وبعد كده جاب أنوش والناس ده تقريبا بحسب الكتاب مؤدس كان بيعرف ربنا وكان بيهتم بمعرفة الله فبدأت كلمة ربنا تنتشر لكن لما نروح لأصخح ستة عدد واحد واثنين بيقول أن شر الإنسان قد كسر في الأرض وأن البشر بقوا أشرار طب إزاي معرفة طلاب تنتشر وفي نفس الوقت الشر بيكتر صحيح إزاي كان المفروض الشر يقل لكن بنفهم وبيوضح الكتاب المؤدس ليه الشر كتر ودي نقطة مهمة لنا كأسر وعائلات مهمة قوي قوي خلينا نقرأ أصخح ستة من تكوين عدد واحد واثنين بيقول وحدث لما ابتدأ الناس يكسرون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا أبناء الله بنفى منهم أولاد شيس الناس اللي كان عنده معرفة ربنا رأوا بنات الناس اللي هما نسل قاين أني ستكلمنا عن قاين ما اهتمش بنقل معرفة ربنا واتجه للعمل العالمي والدنيوي وبعد عن ربنا تماما هو ونسله فنسل شيس أولاد شيس خذوا من بنات قاين اللي هما بنات العالم وكانت النتيجة إيه بدأوا يتخلوا عن إيمانهم أولاد شيس بدأوا يجاروا بنات قاين أو من نسل قاين وبدأوا يتشبهوا بيهم وكانت النتيجة من هذا الزواج أنه هو طلع جيل فاسد جيل فاسد وخلي بالك الآية بتقول اتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا يعني اتخذوا لأنفسهم مارسوا تعدد الزوجات كان كل واحد بياخد أكتر من زوج اتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا وبيوضح الآية أن هما اتجوزوا بنساء وانفصلوا عن النساء يعني كان في حالة من الفوضى الأسرية فوضى أسرية يتجاوزوا اللي عايزينهم ويرموا اللي عايزينهم اللي مش عايزينهم الستات اللي مش عايزينهم يرموهم والستات اللي عجبوهم يتجاوزوهم فوضى نوع من الفوضى الأسرية وعشان كده الكتاب يوضح في الفوضى دي أن الشر كتر في الأرض وربنا حزن لأنه صنع الإنسان وبيقول ده الأمر اللي جلب الطفال الخطيئة والشر لما كتر كده اختلاط المؤمنين بغير المؤمنين نسل شيس أو أولاد شيس الأبرار اختلطوا بأولاد أو بنات قيين الأشرار وعشان كده الكتاب بيحزنا بيقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين مش لازم اللي هم عندهم إيمان يختلطوا بالناس اللي هم بعدين عن الإيمان الإلهي شكرا يا أستيس أنت وضحت لنا كتير عن عيلة أبونا آدم دلوقت إحنا يكون لنا فرصة إن إحنا نتكلم عن عيلة أخرى وهي عيلة نوح تمام ممكن حضرتك تدينا فكرة كده عن عيلة نوح قبل من ندخل في القصة هو نوح بيذكر الكتاب إن هو أبوه اسمه لامك ابن لامك وجي من نسل شيس يعني برضو بيركز الكتاب على النسل اللي هو عنده معرفة طلعة نوح كان من الأولاد اللي هم قطاعوا نقل المعرفة اللي بعتها آدم لأولاده أو علامها آدم لأولاده ونسله وكان لما أنجبوا أبوه سمى نوح وسمى لي نوح قال هذا يعزينا عن عملنا وتعب أيدينا من قبل الأرض التي لعنها الرب يعني اللعنة جات بسبب الخطيئة لكن نوح نقدر نسميه تعزية أو راحة معنى اسم نوح يعني راحة ودي راحة وسط لعنة الخطيئة نقدر نقول أن نوح كان اسمه معناها راحة وسط لعنة الخطيئة وبنعرف أن نوح عاش فترة صعبة في حياته عاش فترة صعبة جداً ليه؟ بيذكر الكتاب أن العالم في وقت نوح كان شرير جداً لكن نوح بيقول كتابه أما نوح فوجد نعمة في عيني الرب العالم كان في منتهى الشر حتى كتاب بيقول حزن الرب أنه عمل الإنسان على الأرض وتأسف في قلبه ده بيوري مدى انتشار الشر في العالم في الوقت ده وعشان كده قرر ربنا قال أمحوا عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته لكن بنقرأ الآية اللي لسه قلناها دلوقتي في وسط الظلمة بتاعة الخطيئة اللي مالت العالم لكن بيقول وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب يمكن ده درسلينا في بيوتنا وعائلتنا يعني إحنا دلوقتي في بيوت وعائلات ممكن نقول نعمة ليه؟ العالم حوالينا مليان شر بنبرر أخطأنا بنبرر أخطأنا أنا زي زي غيري وأنا أحسن من باقي الناس أنا هعيش زي زي غير يعني والإنسان يتحقق بفعل الشر أن العالم اللي حوالينا كله شرير لكن نفتكر على طول نوح نوح عاش أصعب الظروف في حياته ومع ذلك بيقول كان أمين لربنا أنت بتخيل أن شخص واحد في مدينة كلها هو الأمين بذلك حياته تكون إزاي يعني؟ أكيد أكيد كان كل الناس اللي حواليه أشرار لكن هو الوحيد كان أمين لربنا ودي درسلينا في بيوتنا حتى كان حوالينا الظروف صعبة وكل الناس بتتاجه لفعل الشر يجب أن نظل أمناء لربنا يجب أن نكون أمناء ليه؟ وبيعرفنا الكتاب أن نوح ما كانش بس هو أمين لربنا لوحده لكن خلى بيته أيضا نقل معرفة الله إلى بيته اهتم أن يكون أولاده وزوجته ونساء بنيه أيضا يكونوا أمناء لله أول ناس بشرهم نوح وأول ناس اهتم بيهم كان أهل بيته وده واجبنا إحنا ده واجبنا إحنا في بيوتنا وعائلاتنا ما نهتمش بس بأنفسنا نقول أن إحنا بس هنروح السماء أو إحنا نهتم بحياتنا لا درس مهم روحي كبير جدا ربنا بيقولوا لينا كوالدين أباء وأمهات أن إحنا نهتم أيضا بأولادنا أولادنا وده اللي عمل نوح نقل معرفة الله إلى أولاده عشان كده أحب في نهاية الإجابة دي أختم بآية في رمية 12 وعدد اتنين رسالة رمية أصحاح 12 وعدد اتنين بيوصينا الكتاب المقدس وبيقول ولا تشاكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أزهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة ده تحذير لنا لعائلاتنا بيقول لا تشاكلوا هذا الظهر حتى لو العالم كان شرير إحنا واجب علينا أن نكون طائعين لربنا وأمناء لربنا في كل ظروف حياتنا شكرا جناب الأسيس معلش مضطرين أن نأخذ فاصل ونرجع عزيزي المشاهدين فاصل ونعود قبكوا معنا عزيزي المشاهدين نتكلم عن موضعاتنا عائلات من كتاب المقدس أهلاً وسهلاً جانب الأسيس إحنا زي ما قلنا إن صعب إن الإنسان يكون أمين في مجتمع كله مليان بالخطيئة تمام وإحنا عارفين إن نوح رغم الظروف اللي كان عايش فيها لكن فضل أمين لله صحيح دلوقتي إحنا عايزين نعرف إيه الشيء اللي كان بيساعد نوح إن هو يفضل علاقته قوية بالله هو وعلته جميل جميل فعلاً زي ما قلنا ما كانش من السهل على نوح إن هو يكون أمين في وسط جيل مع وج جيل ملتوق كل الناس اللي حواليه كانوا أشرار فكان العالم في وقته كان شرير ومتمرد لكن استطاع نوح في وسط هذا التمرد أن يعيش أمين عن الله يمكن بعض يسأل زي ما حضرك سألتي إيه هي القوة أو السر القوة أو اللي خلى نوح يقدر يعيش أمين في وسط هذا العالم الشرير الكتاب المؤدس بيوضح لنا السر لما نقرأ سفر العبرانين أصحاح 11 وده معروف إنه هو بنسميه أصحاح الإيمان أو أبطال الإيمان نجد إنه نوح مذكور اسمه واحد من أبطال الإيمان واحد من أبطال الإيمان فالقوة اللي منحت نوح أو أعطت نوح القوة أنه هو يقدر يعيش في عالم متمرد بلا خطيئة أو يكون يحفظ نفسه بلا خطيئة هو أمانته وطاعته ربنا كان أمين لربنا كان طائعا لتعليم ربنا فقدر بهذه القوة أنه هو يعيش في وسط عالم شرير ولكن ظل أمين لربنا عشان كده الكتاب المؤدس خلينا نشوف بيقول إيه في يحنى الأولى خمسة أربعة لينا آية مهمة في يحنى الأولى خمسة وعدد أربعة خلينا نشوف الكتاب المؤدس بيقول إيه لأن كل من ولد من الله يغلب العالم وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا يبقى القوة التي تغلب العالم وتنتصر على الشر بيقول كتاب الإيمان الإيمان وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا وهو ده كان سر قوة نوح وهو ده سر قوة أي إنسان يقدر يعيش في وسط عالم شرير وربنا يساعده أنه يحمي نفسه من شرور العالم هو أمانته وطاعته ربنا نوح ورس هذا الإيمان من آدم ونقل هذه المعرفة إلى أبنائه وده درس مهم جدا درس لنا مهم جدا في عائلات كتير لما نقول الميراس الميراس ورست إيه من أبائك ورست إيه من أجدادك أولا ما نسمع كلمة ميراس بلنا يجي في إيه الفلوس والبيوت الفلوس والبيوت والأراضي والأشياء المادية ده الميراس اللي الناس تعودت عليه الميراس يعني الشيء مادي فلوس أطيان أراضي أي حاجة أشياء سمينة لكن بيور هنا الكتاب أنه في ميراس تاني ميراس تاني غير الفلوس وغير الأراضي ميراس هو عبارة عن إيمان الميراس هو الإيمان أن أنا أنقل إيماني وأنقل تعاليم ربنا إلى أجيال أخرى طبعا كتير من الناس بيفكروا إيه إيه اللي بتقولوا ده 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 حجة المفلس زي ما بنقول بتورس إيمان وبتورس طاعة ربنا وبتورس كلمة ربنا لكن خلينا نشوف في مفهوم الكتاب المقدس أن هذا الميراس أهم وأعظم ده ميراس أبدي برافو عليك ده ميراس أبدي خلينا الكتاب المقدس بيقول الكلام ده ولو إحنا مصقين في كلمة ربنا يبقى لازم نصدق كلمة ربنا ونؤمن بالتعليم اللي جات فيها خلينا نشوف الكتاب بيقول إيه في بتورس الأولى واحد عدد ثلاثة وأربعة بيقول الكتاب مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراس لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم يبقى هنا بيتكلم عن الميراس مش أشياء مادية بيتكلم عن الميراس الإيمان ميراس كلمة الله وبيقول عنه ميراس أبدي لا يفنى ولا يضمحل ميراس باقي إلى الأبد ممكن الميراس المادي يضيع أولادنا يخسروه أنا بيعجبني بعض الناس اللي هم بيفكروا تفكير صح بيهتم من هو يعيش ويعلم أولاده يعلم أولاده كيف يعمله وكيف يكتهده وكيف يكونوا أمناء لربنا كيف يكونوا أمناء لحياتهم ويقول لك الشيء المادي زي ما أنا تعبت واشتغلت وقدرت أجيب وأعيش هو كمان يتعب واشتغل مش يطلع يلاقي حاجات على الجاهز لكن أهم من المراس المادي اللي أنا أدهوله هو يكون عنده أمانة وطاعة يعلمه صفات يعلمه مبادئ المبادئ والتعليم السامية ده أهم مراس ممكن الأباء ينقلوه لأولادهم وأهم حاجة إن إحنا نجاهز أولادنا إفرد إن أنا سبت الأبن مليارات إيه اللي هيحصل؟ في الآخر هيموت برضو زي ما أنا هموت وهو هيموت وهيترك كل حاجة مش بناخد حاجة أبدا لكن المراس الأبد اللي بيتكلم عن الكتاب هو إن إحنا نجهز نفوسنا ونجهز حياتنا عندما يأتي المسيح مرة تانية علشان يكون لنا نصيب معه في الحياة الأبدية فده المراس الحقيقي إن نجهز أولادنا ونجهز أفراد عائلتنا حتى عندما يأتي الرب يكون لنا نصيب معه في الملكوت الآتي هنا هنسأل سؤال حضرتك سؤال كله بيفكر فيه إحنا عارفين إن الله طلب من نوح يبني فل تمام وعشان يدخل فيه أبنائه وزوجات أبنائه تمام وطلب منه وزوجته وطلب منه كمان إن يدخل من كل حيوانات زكر وأنسة صح طب هل الله كده كان بيفكر في نوح وعيلته بس وباقي الشعب كان إيه آه يعني باقي الناس يعني ربينا مش عامل حسابهم آه مش عامل حسابهم هو طلب منه لعيلته وطلب منه يدخل بعض الحيوانات لكن فين باقي الشعب الناس اللي كانوا عايشين وقت نوح صحيح احنا فعلا لما نقرأ بيهتم بيهم احنا لما نقرأ صحيح ستة ولازم لما نقرأ كتاب مقدس نكون مدقيقين فعلا يعني أنا شايف حضرتك لما قريتي ركزتي على الآية اللي بتقول ربنا بيقول نوح اصنع لنفسك فلك وكلمة اصنع لنفسك يمكن نفهم منها ان هي ايه ليك انت وحدك اعمل فلك ليك انت انا مش عايز في الفلك غيرك انت وعيانك على قديك على قديك اصنع لنفسك لكن الكتاب المقدس بيوصينا على لسان رسول بوليس وصية مهمة جدا خلينا نطلحها في كورونسوس الأولى 2 في وصية مهمة لدارسي الكتاب المقدس كورونسوس الأولى 2 وعدد 13 بيقول ليه الكتاب بيقول قارنين الروحيات بالروحيات ده الجزء الأخير من الآية آية 13 من كورونسوس الأولى 2 بيقول قارنين الروحيات بالروحيات ايه معنى الكلام ده خطأ كبير جدا ان احنا نجي نفسر موضوع بان احنا ناخد آية واحدة كده من الكتاب المقدس لو اخدنا الآية زي من حضرتك قلت في اصحح 6 اصنع لنفسك فلك يبقى كأن ربنا مش عايز غير نوح بس ونقول طب فين عدالة الله اما للعالم كله اللي عايش وقت نوح ليه ربنا ما ادهمش فرصة ليه ما دخلهمش الفلك مع نوح ونحس كأن ربنا غير عادل لكن لما ندرس الكتاب المقدس وندرس آيات تانية هنفهم الموضوع ده بيتكلم عن ايه خلينا مثلا نقرأ في بطرس التانية 2-5 احنا قرينا الآية في تكوين 6 بتقول اصنع لنفسك فل وكأن ربنا مش عايز غير نوح خلينا نشوف بطرس التانية 2-5 بيقول ايه الكتاب بيقول ولم يشفق على العالم القديم بل انما حفظ نوح ثامنا كارزا للبر اذ جلب طفانا على عالم الفجار حفظ نوح بيسمي نوح كانت وظيفته ايه كارز كارزا للبر يبقى اذا نوح ما كانش الهدف ان ربنا يقول لنوح انت وبيتك بس اللي هكونوا في الفلك ده نوح كان بيعمل كارز كارز ازاي احنا عارفين ان ربنا خلاه يبني الفلك عليابسة عليابسة و الناس عاملين يشوفوا ايه المركب الضخم الكبير اللي عمالي يبنيع عليابسة ايه اللي جرالك يا نوح في حد يبني المركب عليابسة ده المركب تبنيه جنب البحر علشان او لما تخلص تنزل على البحر ايه اللي بخليك تبنيه عليابسة فكان نوح بيقول لهم كل يوم كان يكرز ليهم ده ربنا هيقرب طفان علشان احنا اشرار خلينا نرجع ونتوب لربنا واللي هيتوب هيدخل الفلك ده الفلك ده هو مكان النجاة عشان كل انسان تائب هيدخل الفلك وينجى من الطفان او ربنا هينقزه من الطفان فبالرغم ان الناس كانت بتضحك عليه وكانت بتصخر منه لكن كان نوح بيسميه الكتاب كارزا للبر كان بيخبرهم برسالة التحذير او رسالة الدينونة الربنا الهالو وعلشان كده الكتاب بيكلم ايضا عن نوح لما نروح لبطرس الاولى تلاتة ايات كتير بنقرنها بطرس الاولى تلاتة تسعة تاشر وعشرين بيقول الكتاب الذي فيها ايضا زهبا فكارزا للارواح التي في السجن ازعصت قديما حين كانت انات الله تنتظر مرة في ايام نوح از كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون اي ثماني انفز بالماء بيقول كرزا الارواح اللي في السجن ايه الارواح اللي في السجن؟ سجن الخطية الناس اللي كانوا وقت نوح كانوا في سجن الخطية وربنا بعطلهم نوح علشان يكرز ليهم ويكون كارز ليهم يبقى اذا احنا واجب علينا كأسر وعائلات مش ان احنا نتجنب مشاكلة العالم او نبقى زي العالم لا واجب علينا ان احنا نكون رسالة مقروعة او مسموعة للناس المسيح قال انتم ملح الارض انتم نور العالم فاذا احنا عندنا رسالة يجب ان نقدمها للاخرين شكرا جناب الاسيس معلش كان عندنا اسئلة كتير لكن وقت حلقتنا خلص شكرا شكرا عزيزي المشاهدين على متابعتكم وما تنسوش ترسلونا على بريد الاكتروني الظاهر امامكم على الشاشة سلام الرب معكم الى اللقاء اشتركوا في القناة